طيب كل الكلام اللي فات ده كان ايه بخطب الزوج بقى ماشي ومن اول الحلقة يا زوجات سمعتوني شفتوني وانا جايبها لكم حققكم تلت وامتلت تعاليلي بقى تعالي بقى انت يا دي الزوجة ينوبك سواب بقى ينوبك سواب بقى عشان تكوني محل طلب لقلب زوجك ويغمرك الزوجك بمشاعره انت كمان لازم تكوني مهيئة لكده تعملي ايه تساعدية على كده تبقى في عينه وفي قلبه وعقله جوه العين وجوه القلب وجوه العقل اذا نظر اليها سرط 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 مش غمت ماشي مش كقبت مش طلعت وطفشت وبرى البيت واول حاجة ودي عنوان على فكرة ده العنوان ده العنوان ازاي تكوني زوجة مطلوبة لقلب زوجك وتملي عليه حياته ويبقى فرحان بيك بجد وانت كمان تفرح بيه انك تكوني ايه ايه انسة اه والله بس تكوني انسة بقدر بسيط يعني انك تكوني انسة انسة بتعرف تحب انسة مصدر للحب انسة في شكلها ابن ri al reader 6 شهاده مين Darren hooked up انسة في شكلها في مظهرها والمغبر كمان ما احنا عايزين التقوى التقوى اللي فقط تقوى مثلي خير تقوى القلب ازاي تكوني زوجت مسيرا لزوجك محبوبة لزوجك. محورين. تكلم على محور الصفات. صفات الشخصية ذات نفسية. اللي فيها عدوا معي. أول حاجة. البراءة. طفولة. تبقي طفلة جميلة كده. وبريئة. وكلامك حلو. مش كلام الطفلة. والدلع براحتك. يعني اللي عايزة تعمليه تعمليه. لكن احنا بنتكلم. انت فعلا بريئة طفلة. على فطرتك. تاني حاجة. البسمة. يعني البسمة الدعابة. مش قتمة. مش قتمة. ودمك تقيل. ودايما النقد. وبتاع وهيزة كبيرة. لا. تالت حاجة. خليكي طبيعية. خليكي طبيعية. لأن التصنع وحش. وأصلا ما يبقاش حب. ان انت تجي قدام شريك حياتك. ودائما بتكلف. لا. خليكي في فطرتك. مش محتاجة تتكلفي لا في كلمة. ولا في تصر. تبقى خنق. تبقى سجني ليكي. لا. خليكي طبيعي تك قدام زوجك. رابع حاجة في الصفات الشخصية. طريقة الكلام. دلعك. غنجك. تعلموا الكلام يا زوجات. زي ما بقول للأزواج. تعلموا. انتم كمان تعلمين الكلام. طيب الكلام. حلو الكلام. تعلموه. خامس حاجة من الصفات الشخصية. الزوجة اللي بتعرف تسيب مساحة. الزوجة يتنفسها. مش كابسة على... اصلا بنحبه بقى. بنحبه. والله دكتورة عالم. مش قادرينه. ماشي. مش كابسة على نفسه. الله باشنسى عينوبك سواب. يعني ايه. خليك خفيفة. ما انتش خنيئة كده. لا. ما خليك كده خفيفة. سيبيه مساحة. سيبيه نزل مع أصحابه. سيبيه كذا. وهكذا. طب ده محور الصفات الشخصية. في محور تاني. الصفات الجسدية. مش شعر فاشرح فيه كتير. لكن خلينا أقول لكم. اللي احنا قلنا قبل كده. أنا وين. روتين للشعر. اه والله. خلينا أشرح لكم. في حاجة اسمها روتين الشعر. روتين الشعر ده ايه؟. ريحته حلوة. مش أول ما تفك الكحكة. ايه ده؟. في ريحة كمكمة. ومش هي الكحكة دايما. ولا هي القمطة والربطة. ولا هي فوق. وفي ناس تعمل كحكة على الجوز. لا. يعني اعملي. فريدي مرة. اعملي مرة. اعملي. في روتين الشعر فيه. حاجات تسبريهات جميلة جدا جدا. وسيرم للشعر رحته تحفة جدا. للشعر ذات نفسه. وخلي ريحته حلوة. اسعى للأمر ده. لان بيبقى الريحة كمكمة. فميش دعلي كمكمة ينبكوا الثواب. رقم اتنين من الصفات الجسدية. روتين الايد. لها روتين. والضوافر لها قدين. نصدقون. لها روتين كده. للضوافر والايدين والبتاشي. ما بقاش فيه سواد من ناحية دي. والايد لها روتين. لشان تبقى ناعم. وفيه بيعملوا نفس اللون. والقدمين والله. والله العظيم الأقدام لها روتين. الأقدام والكعب. ماشي مش بيقعد. إيه اللي بيحكي ماشي يحكي بالسجانة ده الكعب. يعني كل شق. لأ. لأ. لأ خالص. ما فيش عات الفازلين والزيت الزتون. وقفلي بكيسة ونامي بيها. تصحي تلاقي الكعب زي الفل. القدمين لها روتين. عشان خطري. نظافة. الجلد ذات نفسه. جلد الحلو. بيبقى ريحته حلوة. طبعا ده اللي جهوة البيت يعني. روايح فيه روتين كده. الرواح الجسد. اللي هو الجلد ذات نفسه روحته حلوة. جوة البيت الكلام ده. الهدوم نظيفة. مش بقى أنا بنغسل مواعين والدنيا. ومدل المقطع. لا 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 حلو. إيه المشكلة ما تبقى كان فيه. بس طبعا دولة. يا الناس مش على دينة ولا الكلام ده. لكن إيه المشكلة ما تبقى لابسة جوة بيتك لابسة حلوة. مش عارف أقول على الشاشة الأسمائية. مش عارف أقولك أن انتوا كزوجات فاهمين. ما تبقى أن نفرح فرحانين. أنت بتعذبينها ليه باللبس ده يعني هادي الزوجة. اللي ما نتعذبي ليه كل اللي يشوفك باللبس الوحش ده. وبعذبها يا العيال مرة قاملت زوجة. أمي يعني ومعندها أولاد ولك. أمي بتعذبنا وبتمثل علينا دور اللي لازم أحدا اللي نتعذب بمنظرها. لا ليه يقولوا كيف. لا خلي لبسك حلو. ريحة جلدك حلوة. شعرك ما يفك ريحته حلوة. إيديك نظيفة وقدميك حلوة ما متخرفش من البتاع. يعني بص الزيت زاتون وعمل. هو ده الشباب. زيت زاتون للرموش. زيت زاتون للوش. زيت زاتون لكل حاجة. شجرة مباركة. عشان بس تبقوا فاهمين. والهدوم بقى منتش مبهدلة. نفرح لما نشوفك. مش نتخض. ويبقى كده لأ. عاوزك نظيفة. عاوزك يبص نظيفة كده. وشامعة منورة. بس مش نورة بلومت. مش عايزة أقولها اسمها. عشان الثوجات فاهمين. عاوزكي بلومت. بلومت. وكابلاته. وبعدين تطلعين الكهرباء. لا. عايزة أكي منورة. بأقل القلقات. يا بطيب الماء. اللي تقدري عليها يا بنتي. اللي تقدري عليها. قدرش أقولها عشانش أكتر من كده. أكيد كل زوجة محبة. وعايزة تفرح زوجها. وتسعد زوجها. وتفرحوا بيها. وتبقى كده تبتغي الأجر والسواب من عند ربنا. أنا يعني. أنت عارفة. اتعلمي. ما تعرفيش. مش عارفة. والكلام اللي بقول لك ده جديد. اتعلمي. قش على جربات النساء المحترمة وتعلمي. مش عايزة برضه أقول أسماء الجربات. عشان ما تتعاملش على الشاشة. أيوة. شايزين الأسماء عشان ما يتقفلوش الجربات. كلها والله محترمة. لأنه طبعا في حاجات مش محتوى لناش دعوة بيها. خلوني مرة غلط كده. جروب الرجالة. غلطا. كده يعني. مش عايزة أقول لكم. طيب. تعلمي. واسألي. ودعي. ادعي بجد. ادعي. لأنه ده بيجي بالدعاء. وانا هدعي لكم. يا رب. يا رب. فرح كل زوجها بزوجها. ويا رب. اجعل كل زوجها. كرة عين لزوجها يا رب. اللهم أمين. ويجعلها أفضل امرأة في عين زوجها. أقوله أمين. ورب كل زوج يبقى أفضل راجل في عين زوجته. ويكفيها قلبا ومشاعره وجسدا. كل حاجة. يا عفوا بعض يا جماعة. عفوا بعض. عفوا زوجاتكو يا رجالة. لا تتحذبوا. والله يا هجي قد الحلقة يا ده. هي واجيبكو قدام ربنا يومين. ان شاء الله ما جيبكوش. وتبقوا صالحين. وتسمعوا الكلام. وانت يا كل زوجة. يعني عيني زوجك على إعفافك. ما تصدهوش. وعفاف. وعفاف. عفي زوجك. شو عايز أقول لكم يقولوا لي. عفي زوجك وعفي نفسك. قبل ما تعفيه بأنك انت تعينيه على الإعفاف. يقولك إيه بقى؟ يقولك الزوجة المفرفشة. الجزء هيرجع من العيش. عادين قلتها. ودومتم بخير وسعادة يا رب. وجعلها حلقة مباركة يا رب. قوله أمين.